رضا من موليد 99 بيلعب في مركز الجناح الأيمن والأيصر ويجيد صناعة اللعب شارك هذا الموسم الماضي يعني في 39 مباراة سجل 13 هدف سنع 14 هدف شارك إجمالا مع الجيش الملكي في 115 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 26 هدف حقق مع الجيش الملكي المغربي بطولة كأس العرش موسم 2020 والدوري المغربي موسم 2022-2023 فإذا مع منتخب المغرب للمحليين ببطولة أمم أفريقيا عام 2020 الحقيقة رضا سليم من المواهب الرائعة اللي إن شاء الله يستطيع أن يستفيد منها النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة مرة تانية لما بيجي ما بنيجي نجيب لعيب مش أنا أي حد في العالم بالمناسبة يعني لما بيجي نجيب لعيب يتم تقييمه بناء على أشياء كثيرة جدا فيه سكواد كبير داخل النادي الأهلي بيقيم اللاعبين اللي حييجوا ويجب أن يكون هناك موافقة من المدير الفني أنا بس كل شوية بقول هذا الكلام لأنه الناس لازم تفهم السيستم اللي ماشي في النادي الأهلي إزاي فلما بيبقى فيه موافقة من مدير الفني للنادي الأهلي بيتعامل سكواد محترم عن هذا اللاعب بيتقال إن هو يناسب النادي الأهلي ولا لأ بيناسب النادي الأهلي بنجيبه النادي الأهلي من المفترض إن هو بيتكيف وبيبقى كويس واللي إحنا عايزينه منه بيعمله مفروض ولكن ممكن ما يحصلش كده كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم أهم حاجة طبعا أن أنت تلعب كرة بشكل كويس في الملعب ولكن محتاج أن أنت تركز محتاج أن أنت تتكيف على العيشة اللي أنت عايشها تتكيف مع جمهور النادي الأهلي تتكيف مع تمرين النادي الأهلي تتكيف مع أمور كثيرة جدا بتحدث دا حيبان امتحيبان مع الأيام ريدا سليم ولكن ريدا سليم موهبة كبيرة قندوسي موهبة كبيرة برونو سافيو وجهة نظري كان موهبة كبيرة كريستو موهبة كبيرة جدا إن شاء الله يتكيفوا الأسماء اللي ما مشيتش تتكيف وتعمل حاجة أفضل وأحسن خلال الفترة اللي جاي هي كرة القدم كده بالمناسبة خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة كرة القدم كده فان شاء الله ننتظر إن احنا نشوف ريدا سليم واحد من هدفين النادي الأهلي خلال الفترة القادمة